مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الذي ينتظر حبسهم هذه الأيام ولعل أبرز الأسماء الذين تم استدعائهم هم أيحيا والسلال وبشارب وكذا عمرغول وزعلان وزوخ وغيرهم الكثير أين كشفت مصادر مطلعة بأن حوالي ستون شخصية تنتظر المحاكمة وطبعا كلهم في قضايا فساد عدة وتقيلة تنتظر الحبس في الحراش هذه الأيام وستكون الأحكام كبيرة على ما يبدو فما هو الحكم الذي تراه مناسبا لكل من تثبت عليه تهمة الفساد لا تنسى الضغط على الزر الإعجاب إذا كنت مع تغيير الكل والسلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم والاشتراك في القناة وفضلا تفعيل الجرس لدعمنا وشكرا جزيلا